سبحان من بكت من خشيتي العيون وسجر له المصلون وصام له الصائمون وقام له القائمون سبحان من يقول للشيء كن فيكون سبحان من يسبح بحمده الأولون والآخرون سبحان الذي تعطف بالعز وطال به سبحان الذي لا ينبع التسبيح إلا له سبحان من الفضل والنعم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجبروت سبحان بارئ الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيما يتوليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخضايا ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في شمال دولتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك أن تنزل علينا رحمة في هذه الساعة تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتعتق بها رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وتغفر بها ذنوبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتفرج بها همومنا وتنفس بها كروبنا وتشف بها مرضانا وتشف بها مرضانا وتهدي بها أولادنا وتدخلنا بها الجنة وتنجينا بها من النار يا عزيز يا غفار اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الله محمد وصحبه أجمعين وإ struck out